ورح نبلش بأولى محطاتنا لليوم وطبعاً مثل ما حكينا ببداية الحلقة اليوم 1 أكتوبر 21 الأول هو الشهر الوردي للتعريف طبعاً والتوعية بسرطان الثدي رح نحكي أكتر مع ضيفنا لليوم عن كيفية التوعية وكيفية الفحص الذاتي للسيدات وطبعاً للصبايا أهمية الكشف المبكر في العلاج وخصوصاً أنه شفنا كثير من السيدات تخطط طبعاً هذا المرض من خلال الكشف المبكر بدنا نطلع من الزاوية المغلقة بدنا نطلع من الخوف بدنا نطلع من كل شيء صعب ونتحدى ونقول نحن قادرين أنه نحن نطيب ونحن قادرين أنه نصير أحسن إذا كشفنا مبكراً وإذا حبينا نفسنا وساعدنا نفسنا طبعاً كل هالمعلومات رح يعرفنا عليها ضيفنا الدكتور هيسم عباسي اختصاصي بالأمراض النسائية والجراحة النسائية سعد أوقاتك أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير صباح الخير للجميع يوم أطلع سعيد للجميع وتمنى أن نوفق اليوم بشرح بعض المواضيع المطلوبة دكتور يعني نحن مثل ما بنقول دائماً أهم شيء التوعية بهذا الشهر الوردي يمكن السنوات الماضية شفنا صار في حالات كتير من الشفاء وصار في حالات من الكشف المبكر اللي ساهمت بالشفاء العجل من سرطان الثدي ولكن بالبداية التوعية ونحن بشهر التوعية خلينا نبلش ونحكي شوية نصائح توعوية لكل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا أكيد طبعاً لحنا أول شيء لازم نعرف شغلة واحدة أنه هذه الآفة غير محدودة بعمر معين وممكن تصيب جميع الأعمار طبعاً هذه الآفة هي من الأمراض الصامتة عند المرأة يعني لا تعطي عرض سريري إلا للأسف الشريط عندما تكون قد أخذت مأخذة كبيرة من الجسم طبعاً آفات السري تعتبر من الآفات الخطيرة جداً والمؤدية للوفيات إذا لم تكتشف في الوقت المبكر وتعتبر من ثاني أو ثالث أمراض الورمية في العالم التي تؤدي إلى الوفيات من أجل هذا يجب أن يكون هناك توعية ذاتية للنساء خاصة والسيدات عامة بأعمار مختلفة تعدمد على الزاد قبل أن تعتمد على الطبيب وفي حال كشف أي عرض سريري يجب مباشرةً اللجوء إلى الطبيب طبعاً طبعاً دكتور السيدات أو السبايا في كثير منهم بيستحوا أنه هنا يروحوا يكشفوا عند الطبيب ويحاولوا أنه هنا يقروا على الإنترنت أو يشوفوا أو يسألوا فخلينا نحن اليوم نعطيون إذا فينا نقول الخطوات للكشف الذاتي المنزلي اللي هي بتعتبر الخطوة الأولى قبل مراجعة الطبيب بالعيادة بشكل عام أول شيء كل فتاة بعد سن البلوغ وبعد ما يكتمل الجنس الأنسوي يجب أن تكون هناك مراعاة منها وأن تعلمها والدته أو الكادر التدريسي في المدارس أن يكون في حصص العلوم أو حصص التوعية مادة للتوعية على دراسة الجسم بشكل الفحص الذاتي ليس الارتماد على الأخصائيين بشكل كامل الارتماد على الأخصائي يكون في مراحل بعد أن يكتشف الأخصائي الآفة أو أن يلجأ إليه للاستعانة به بالأجل هذا يجب أن يلجأ الإنسان أول شيء إلى الفحص الذاتي بعد سن البلوغ وظهور السديين واكتمال الجسد يجب أن تقوم الفتاة وخاصة بعد كل دورة تمصية بفحص الذاتي للسدي وتحت الأبطين بأن تجس بأصابع يدها المنطقة السدي باتجاه عقارب الساعة وفي حال الشعور بأي وجود كتلة قاسية أو بمضض ألم يعني أو بأي شيء تليه فيه أنه شيء غير مفهوم بحركة السدي أو بالأعضاء النسيجية السدي أو ظهور أي شكل غير طبيعي على الجلد في منطقة السدي أو حول الهالة السدي أو تحت الأبطين أو في منطقة الترقوة يجب اللجوء للطبيب فهذا يجب أن تقوم فيها الفتاة عملية كل شهر يعني ما بيصير إحنا نستنى لآخر من تقول لحظة لحتى نبلش هذا الفحص في شكل دوري ويعتمد على الوعي الذاتي والإدراك في حال إحنا ظهور أي آفة أو أي عرض سريري بهذه المرحلة بإمكاننا إحنا أن نتلافى العقابيل أو المشاكل المختلطة زي هذه الآفة فهون بيلجأ بالدور الأول صراحة نحكيها للأم أن تعلم فتاتها أن تكون فاحصة لنفسها بعد كل دورة شهرية ولو في مرحلة الحمام أو الدوش على أي طبيب أن تراجعها فتاة بأي شكل من الأشكال طبيب داخلية طبيب إذنية طبيب نفسية أي طبيب لأي فتاة يجب أن يكون ولو حصت ديئتين أو ديئة أو نص عملية توعية لفحص هذه الفتاة أو لهذه السيدة باختلاف عمراء للأعضاء ومنها أعضاء السدي يعني لا يجب فقط أن يكون دور الطبيب المعالجة ولا يجب أن يكون دور المدرس فقط تدريس مادة رياضيات أو الفيزيوكيميا أو لا يجب أن يكون دور الأم فقط بالتربية يجب أن يكون على الجميع التوعية الزاتية حتى نستطيع أن نكتشف مبكرا هذه الأمور نعم طيب دكتور بعد ما يتم مرحلة الكشف وقالنا دائما أن الكشف المبكر هو أول خطوة على طريق العلاج خلين نحكي عن المراحل التي تتبع بعد خصوصا إذا هي شافت علامات معينة وبالتالي لازم تراجع الطبيب شو الفحوصات اللي ممكن تجريها لحتى نتأكد من أي شكوك بالموضوع في البداية أول شيء يجب أن يكون الفحص الزاتي يشمل عدة أمور جس كتلة السدي جسمة تحت الأبط هل يوجد مفرزات من السدي أم لا ما لون المفرزات بيضاء شفافة تميل للخضرة فيها رائحة ما فيها رائحة تميل للدمويات هذه الأمور يجب أن تكون مدركة من قبل السيدة أو الفتاة ثاني شيء يجب أن يكون تجانس بكتلة السدي يعني الشكل السدي الخارجي أن يكون متجانس عندما يختلف شكل السدي بوجود بؤر متكلسة أو بشكل أقرب لقشر البرتقال أو لقشر الليمون انزياح الهالة الحلمية عن منطقتها مباشرة يجب أن تلجأ للطبيب معناها لحنا عنا أكثر من مرحلة الآفة ليس الآفة السلطانية فقط الآفة للسدي عنا سر الحليب عنا الكيسات عنا الكيسات المائية عنا الأورام الليفية ومن ثم تأتي الأورام الخبيثة بين هلالين نحن متلم حكينا في بداية أن الأورام صامتة يعني السدي من الأمراض الصامتة يعني ما يظهر فيه العرض إلا متأخر فالأسف الشديد لحنا بكون في إدراك عنا ووعي نظهر هذه المواضيع في أوقات مبكرة معناها لحنا تلافين الاختلاطات الموجودة يعني لحنا بكون في عنا إصابة سلطانية خبيثة في السدي وتظهر نتيجة الألم أو نتيجة أعراض سريرية واضحة فهذا الوضع صار متأخر فعندما تكتشف مبكرا معناها الأمور أفضل المرحلة الأولى هو الكشف الزاتي الفحص الزاتي عن كتلة السدي عن المفرزات عن انتظام الدورة الشهرية كل هذا هو توافق بعضهم ثاني مرحلة هي العمر ليس هناك أعمار محدودة للأمراض لأننا لا يجب أن نفكر أنه أعمري ما تحت الأربعين فو الأربعين لا هذا ما فيه الأمراض الجسدية تصيب بأي أعمار من الأطفال وحتى الممات مناتها بس حدة ونسبة الإصابات الورمية تختلف مع مراحل الأمر لكن هذا لا يحمي الفتاة من أي عمر مناتها لحنا العمر ليس هو مقياس يجب أن يكون الفحص بجميع الأعمار ثاني يجب أن يكون اللجوء للطبيب في حالة شك بأي شيء بغض النظار عن الحالة النفسية يعني هنا في مرحلة المرض ليس به خجل تلجأ الفتاة إما لإمه أو لأختها إما لمدرستها بعدين تلجأ للطبيب للفحص السريري الحقيقي مراحل الفحص تختلف من اختلاف كل حالة أول شيء إحنا بيتم الفحص الفيزيولوجي من قبل الطبيب يعني فحص السدي وما حول السدي والهالة السدي إن فيه مفرزات أو لم توجد مفرزات هل مفرزات حليبية أم الفرزات التهابية أم مفرزات غدات حليبية مختلفة عن بعضها كلاتها هل هناك مضض؟ هل هناك ألم؟ هل هناك كبر بالكتلة؟ هل هي عبارة عن كتلة لي فيها؟ كترة سائلة؟ هل هو ورمية؟ هل توجد عقد لنفاوية في السدي أو ما حوله السدي؟ وأهم شيء هذا لحنا بكل حديثنا يجب أن يكون إحنا مدركين لحنا دائما بيهمنا العرض السريري في المنطقة الوعشية يعني إذا أسمنا السدي إلى أربع أرباع بيهمني الربع الخارجي العلوي والسفلي واتجاه منطقة الأبط هذه اللونة أكتر شيء يكون لجب أن يكون في حذر شديد فيهم معناها بالحالة هي ويكتشف الطبيب أي شيء يجب أن يلجأ للوسائل التشخيصية المساعدة ومنها الإيكو ومنها الماموغرافي وإذا اضطرنا بعدين لطبقي محوري أو للمرنال لتحديد حدة الإصابة الموجودة ما بين هذه المرحلة وهذه المرحلة يجب أن يكون هناك فيه تشخيص قطعي ويجازم في حال الشك بأي شيء يجب أن هناك خزعات إما خزعة مغلقة وأما خزعة مفتوحة وأما بزل أحد العقدة المفاوية حسب كل مرحلة مراحلة إلى علاج به وإلى اقتصاصه طيب دكتور بعد ما خلينا نقول عملنا هاي المراحل الاستقصائية كلها لحتى نعرف نحنا بأن ومرحلة من الإصابة ومدى الإصابة مثل ما بنقول ولكن فيه سيدات حتى اليوم بيتخوفوا من الماموغرا بيخافوا منه وفي ناس ما بعرف ليش بس حتى الآن بيطلع حكي أنه ممكن هو هاي الأشعة ممكن تسبب مشاكل أو لا نحنا حكينا كثير سابقا باللقاءات وعينا عن هذا الموضوع ولكن بمناسبة هذا الشهر وردي بنرجع بنعيد المعلومة مرة تانية وأنه هذا النوع من التصوير هو ما بيأثر وما بيأدي هاي الأشعة لأنه هي يتفاقم إذا فيه إصابة صحيحة أو لا الأول شغل خينا نحكي شغل وحده لحنا الوسائل الاستقصائية مع تطور العلم صارت الكمديكيتش يعني اقتلاطاتها أو مشاكل الجسدية تتراجع بنسب 1 ألف أو 1 مليون يعني عملية الفحص بالإيكو غير خطيرة ويمكن إجراءها في أي لحظة عملية الفحص بالماموغرافي يجب أن تتم بشكل دوري بعد 40 سنة لكل فتاة يعني كل امرأة بشكل عام كلها لسنتين أو ثلاث سنوات وإذا كان فيه أعراض مصيرة كل سنة هلأ دون هذه الأعمار الماموغرافي تجرى فقط في حالة الاشتباه يعني ليس حصرا من الأربعين وطالع لا في دون سير هلأ لحنا إذا شكينا بالشي غير ماموغرافي فينا نلجأ للطبق المحوري والمرنام أما عملية الماموغرافي الماسحة وهي بشكل كبير يعني نحنا نشكر البلد جدا جدا اللي قدمته لأبناء يعني أنا كذا مرة كان عندنا حملات سنويا نجري فيها بالمئات الفحوصات المجانية المجانية وأنا كنت مشرف أحد المرات في أحد السنين وتم اكتشاف أكتر من 200 حالة مختلطة مخفية يعني أصحابه غير عالمي بواضعة فهذا شيء جيد أنت وقت تعمل ماموغرافي الماموغرافي بحد ذاته بين هلالين هو تعرض شواعي للسدي لكن الراد طبعه يعني الوحدة الشواعية الموجودة الراد هو من أقل ممكن أنه يعمل أي ضرر شواعي للجسم يعني هو لا يتجاوز 0.1 راد كمية قليلة بجوز كانت قبل 30 سنة 40 سنة كانت كمية الكسافة الراد أو كمية الوحدة مثل وحدة الجول أو أي شيء الواط هذا وحدة الراد اللي احنا عناها بالأشواعي هذه الوحدة هي قليلة جدا أما سابقا كان بجوز تأدي شيء بسيط سابقا شيء بسيط ولأ بالمرة عملية فعملية الآن لا ليس لها تأثيرات بشكل مثل ما الدعاية بتصير يعني بالعكس يجب على كل امرأة خاصة أن تكون حملة طوعية يعني هي ناقع ساوي لك يا وزارة الصحة نساوي لك يا مجانة مشان تحميك صحيح فيعني للأسف الشديد فيه أفكار وفيه لغط طب يفضل الاستماع على أخصائي لاستاذ علماني بهالقصص هاي يعلم بمعملها للتلفزيون وحدات النشرة عن سير الإعلامية والتعليمات اللي عن سير هاي يعني يفضل استماع لها ما نسمع أقاوير أخرى فعملية الماموغرافي هي مسح دوري بكل دول العالم يعني بأوروبا هلأ صار فيه مرحلة بكل حي بالشكل عندهم نحن حسابات أنه كل مرأة اللي بيكون عندها مسح دوري مشان ما يصير كومليكيشن يعني اختلاط والاختلاط بيكلف تعرفوا هلس انشورة الضمان الصحي وبيكلف الدولة مشاكل كتير وبيفقدنا الأم وبتفقد الأسرة العامة الأساسي فبالعكس هنا بهالحالة حيان تتكلفوا بس عن يحموا المجتمع ويحموا الأسرة وبالآخرين إذا نحسبا اقتصاديا منلاحظ أرخص على الحكومات أنه تعمل هالمسح بشكل كامل لأنه حيحميها اختلاطات تانية أكيد طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن العلاج والمراحل يعني اليوم مثل ما حضرتك حكيت في عنا أنواع متعددة وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى مراحل متعددة من العلاج خلينا نبلش نحكي نحن رح نبلش بالعلاج أول شيء أول شيء نحن العرض السرير الأول هو ألم السدي ألم السدي يحدث عند المرأة في مرحلتين مرحلة الإباضة ومرحلة ما حول الدورة الشهرية هذا الألم يجب أن تدركه المرأة وفي حال وجود ألم زائد يجب أن تلجأ إلى الطبيب المختص معناتها في ألم محدود وفي ألم يكون أوفر صار أكثر من حده معناتها يجب أن نلجأ إلى الطبيب المختص حتى نحدد ليش الألم الزائد هل هناك آفئة أم نجم الموضوع الثاني عملية سر الحليب يجب أن يدرس سر الحليب عند المرأة أو سر المفرزات والتمييز بين سر الحليب وسر المفرزات بشكل كبير لأنه سر المفرزات هو حالة التهابية أو ورمية التهابية أو ورمية ويجب التمييز بيناتهم إذا كان عبارة عن سر الحليب هو عملية فيزيولوجية أو ترابية غدد صماء متعالج أما إذا كانت ورمية فهي علامة سررية سريعة وجدا ويجب أن يكون هناك أخذ مسحة من هذه المفرزات ومن ثم يجب أن نأخذ خزعة من ضمن الطرق الحليبية لأنه بحيابتكم تخبي كتير آفات ورمية هاي اتنين ثلاثة الكشف عن نوع الآفة الموجود إذا كانت عبارة عن ليف أو كيسة ضمن السدي عندما تكبر تصل أحيانا لإحجام 17 و 18 سانتي و 4 سانتي و 5 سانتي عندما تكبر بزيادة الحجم يفضل إجراء عمل جراحي نسبة تحول الأورام الليفية والكيسات إلى الخباسة تقريبا نسبة قليلة جدا بس في نسبة ولو واحد بالألف ثم نلجأ إلى المرحلة الأخيرة وهي في حال وجود آفة ورمية وحدود وجود الآفة الورمية لا قدر الله عند المرأة يجب إجراء فحوصات شديدة لتحديد شدة الإصابة ومن ثم في حال اللزوم اللجوء لعمل جراحة ويجب أن نكون الجراحة بشكل جيد لهذه المرأة ومن ثم توضع على العلاجات والعلاجات صارت البقية بعد منها كان مكبير ونسبة النجاح عالي فيها فمعناتنا إذا أخذنا التتابع هذا نلاحظ أنه ما عد فيها الخطورة المخيفة إذا واجهناها في البداية وكان الأمور كلها مجهزة وتستطيع أن تقاوم هذا المرض بالعامل النفسي والعلاجي طيب دكتور خلينا بختم لقناة لليوم أهم النصائح التي تحب تتوجه فيها طبعا لكل السيدات والصبايا أيضا اللي يتابعون بمناسبة هذا الشهر الوردي النصيحة العامة أول شيء الاعتماد على الأغذية التي لا تحتوي على هرمونات لا تعتمد على الخضار والفواكه التي هي بها عوامل كيميائية أن تبتعد قدر الإمكان المرأة عن المواد المحفوظة أن تأخذ بحذر العلاجات الهرمونية بعد دراسة وضع المرأة ومن ثم متابعة أي عرض سريري في جسدها وإعلام الطبيب أو الأخصائي العائلة بعد إعلام زوية تمام الموضوع الأخير وهو أن تكون الملابس غير مؤزية للسديين لأنه كثير فيها الملابس التي نعرف تأتينا حالات مرضية على العيادة آلام مختلطة بين السدي والأضلاع والإغلاء الإصابة فيها هو إصابة تخرج للعصاب العضلية الموجودة وليس للسدي لذلك يجب أن يكون ترتداء الملابس المناسبة لكل إنسان مناعة الغذاء الدواء المناسب الإشراف المناسب النظافة الشخصية وهي مهمة جدا جدا أكيد ويمكن سيكون عننا خلال هذا الشهر لقاءات متعددة لجوانب متعددة أخرى نحكي فيها بالتفصيل عن كفية التوعية لكل السيدات بمناسبة طبعا شهر أكتوبر شكرا لألك دكتور هيسم ولكل المعلومات اللي أدمت لنا لا أعطيكنا عافية شكرا لكم الله يعافية كويس على الصباح حكرا شكرا لكم